بسرك مع والدتك أكتر؟ مع الاتنين أه يعني أنا أبوي و أمي بالنسبة لي صحابي أكتر ما هم أبو و أم يعني يعني بحكي لهم عادي كل حاجة معايا في تفاصيل حياتي اليومية مش بتعامل معهم إنه في أسرار ما يعرفوها كل حاجة ببقى عارفينها محمد أنت متزوج عندك أبناء يعني الحالة الاجتماعية أنا ما عنديش أبناء بس بجوز؟ جوزته وفصلته دي والدتك أهي معاك؟ آه مصبوط ده في التوقيع عاملة كتاب هي كاتبها هي فده يوم توقيع آه كتاب اسمه امرأة أربعينية صح؟ لا ده كان حاجة تانية تقريبا كان حاجة تانية؟ أو كتاب تاني بس واحدة من حكات امرأة أربعينية ده كان الكتاب الأول ليها ده أول كتاب ليها إنما ده كان الرابع تعريبا أو التالت بتروح وبتحضر حفلات التوقيع وتقرأ كتب يا سلام هتبقى في باب الشقة مش هخوش؟ لا بجعل طبعا الحاجات دي لازم تروح عشان لازم تبقى مع والدتك يعني بتتسندها أكيد لا هو مش لازم على فكرة بس واضح أنه لأ أنت وعيلة واضح أنها متماسكة أو واضح أن أنت كمان ابن أنا لصيق بهم شوية الله يعني العيلة عندك يا رقم واحد طبعا أي حد في الدنيا عنده العيلة رقم واحد وقعدت وجمعته على سفرة رمضان وتفرقته على عرب مع بعض بصي مش دايما لأنه أنا والدي لسه يعني بيصور كان مسلسله وأنا لسه برضو مكنتش خلصت ده كان صيد العقارب أه هو والدي عامل صيد العقارب فبرضو هم أحد لحد نص تاني من رمضان بيصوروا فما كانش فيه وقت إن احنا نقعد نتلم كتير بس نقعد نتلم على الفطار أحيانا بس اللي بيجري بيه عشان عنده تصوير بعد الفطار وكده طب أنا مش هغوز في التفاصيل الشخصية بس يعني بأقدر أقول إن التجربة الأولى اللي انتهت دي عقدت محمد ماهر من الجواز لا خالص مش متعقد ها؟ لا لا خالص يعني قلبك مفتوح لتجرب جديدة والحياة جديدة؟ خليف الشغل أحسن بجد يعني انت خلاص كده هتقفل باب الحب وباب الجواز وتمثيل بس لا في حد تاني قريدي بالفعل ربنا كريم فعلا يعني انت دلاتي في حالة حب يعني في حالة كده بس يعني لما تظهر للنور طبعا هقول يعني وهتخلي بالك من الأخطاء اللي انت وقعت فيها في المرة الأولى دارس أخطائك الله ما كانش فيه أخطاء الله ما كانش فيه أخطاء بس يمكن ما كنتش مستعد نفسيا يعني أخدت الخطوة علشان لازم تاخد الخطوة كنت أصغر يمكن كمان في خبرتك كنت أصغر كنت أصغر كنت أصغر كنت أصغر